السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى من الله ان تكونوا بخير وصحبكم. لديكم اشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس. تدعمونا وضايك عشان يوصل لكم جديد والان وفيكم باسعار العجانة. كنود في مصر الفين اربعة وعشرين. انا ابدأ. عجان كهربائي في الاربعة تلف مية وعشرة اس من كنود سبعة شهرات تلتمية تسعة سينة مصير. خلاط بروس بوريو بلس كي اتش سي تسعة وعشرين اي او اس اي مضغوطة اربعة وثلاثة من عشر لتر. تلات حلل الف واط فضي بسبعة تلافة وخمسمية جن مصير. الجان كهربائي موديل كي في الاربعة تلافة ميتين وتلاتين اس من كنود عشرين الفة خمسمية وتسعة تسعة تسين جن مصير. خلاط جانبا بيران الفة لون ات بيضة كي اتش سي تسعة وعشرين بي او دابلو اتش من كنود تمن تلافة ربعمية تسعة وتمانين جن مصير. خفاقة يدوه كنود تلاتمية وتلاتين بالف ميتين تسعة وخمسين جن مصير. عجانة شيف اكس ال مصنوعة من الحديد بلون فضي من كنود بطمنتاشر الف ميتين وتلاتين جن مصير. عجان شيف اكس ال الف سبعمية وطة ستة وسبعة من عشر لتر من كنود تيتانيوم تسعة وتمانين الف خمسمية ستة وتسين جن مصير. كنود خلاط قائم تلتمية وطة من وعاء دوار اتنين واربعة من عشر لتر خمس سرعات زائد در تربو عين متدوج من الستالس تيل بياتين تسعمية وخمسين يا مصير. عجانة كيه ميكس فاخرتنا للمطبخ بقدرة الف وطة بدو رقق من الستالس تيل سعة خمسة لتر ببا سبعتاشر الف ستة وتسعة 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 وتسفين وعشرين الف سبعمية ستة ستة مصري. مضرب بيضة من كنودة ربعمية وخمسين وطة ب الفين و ربعمية جنيه مصري. كنود خلاط قائم ثلثم وطة مع وعاء دوار اتن واربعة من عشر لطة الخمس سرعاتة زي الزر تربو عجل مزدوج من الثالث تلات تلاف ربعمية وخمسين جنيه مصري. كنود كي ام اتن واردين خلاطة تحضير الطعام الثالث ستيل الفضي باربعتاشر الف جنيه مصري. خلاط قائم كيميكس ادشنز من كنود كروم بواسعين الف سبعمية سعين جنيه مصري. محضر للطعام من كنود بقوة سبعمية وخمسين وطة. متعدد الوظائف مع تلات حلقات قابلة للتبديل وخلاطة وماكينة بتلات تلافة خمسمية اتنين وسبعين جنيه مصري. عدان سناي الف ومتين وط سبع لتر بخمس تلافة ستمية ستة وخمسين جنيه مصري. آلة المطبخ من كنود آآ كي بي ال آآ تمن تلافة ومتين اس بتسعة وخمسين الف وخمسمية جنيه مصري. وبهذا قد اوفيناكم باسعار العجانة كنود في مصر الفين اربعة واتفين لا تنسوا الاشتراف في القناة في زر رجالة عمورة والسلام عليكم ورحمته وبركاته.